موجز العاشرة أهلا بكم من جديد يجري وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة هذا الأسبوع زيارة إلى الصين بدعوة من مستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني وانجي هذا وأعلنت صفرة الصينية بالجزائر عن ترحيب بلادها الحار بالوزير العمامرة وكتبت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على تويتر مرحبا بالصديق العزيز القديم السيد رمطان العمامرة وأضف بيان الخارجية الصينية أن زيارة العمامرة إلى الصين برمجت في الفترة ما بين الثامن عشر والواحد والعشرين من مارس الجاري وستشهد أيضا زيارة وزيري خارجية تنزانيا وزومبيا شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون للتنمية لجمهورية بورندي ألي بارتشينجيرو عقب استقباله أمس من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شدد على ضرورة العمل من أجل تعزيز علاقات بلاده مع الجزائر لافتا إلى أن لقاءه مع الرئيس تبون يحمل رسالة قوية تعكس المستقبل الزاهر لعلاقات الصدق والتعاون التي تربط البلدين استقبلت اليوم من قبل رئيس الجمهورية الذي شرفني بهذا اللقاء أتواجد هنا تعزيزا لعلاقات الأخوة والصداقة والتعاون بين بورندي والجزائر هذا اللقاء رفيع المستوى لدليل قاطع على رغبة هذا البلد الكبير بدفع العلاقات الودية والأخوية مع بورندي سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي جد سعيد باستقبالي على أعلى مستوى إنها رمزية كبيرة ورسالة قوية تعكس بكل وضوح مستقبلا زاهرا للعلاقات بين بلدين لقد اتفقت مع نظيري وزميلي السيد العمامرة على العمل سويا والتنسيق قبل تسخير كل الإمكانيات خدمة للقطاعات التعاون وذلك بعد التعرف على الميادين التي يمكن أن نتبادل فيها الخبرات خاصة في إطار التعاون جنوب جنوب وكما نعلم فإن للجزائر دورا هاما في هذا الإطار ونحن سعداء بالاستفادة من هذه الخبرات يواصل الجيش الروسي عمليته العسكرية في أوكرانيا لليوم الثالث والعشرين وبحسب سلطة دونياستيك فإن روسيا أنشأت منطقة حضر طيران في أجواء دونياستيك والوغانسك وفي وقت تحدثت تقارير إعلامية عن محاصرة القوات الروسية للعاصمة كييف من الشمال استهدف قصف روسي مطار الفيبة دولي ومصنع قطاع الطائرات الحكومية بينما أعلنت القوات الأوكرانية عن تدمير سبع مقاتلات وطائرات مروحية وثلاث مسيارات وثلاث صواريخ روسية خلال ساعات الماضية قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جابريوسوس إن الوضع الإنساني في إقليم تيجرايا الأثيوبي كارثي وأوضح المسؤول الأممي خلال مؤتمر صحفي أن 83% من سكان الإقليم يعانون من انعدام الأمن الغذائي لافتا إلى أن حوالي 3-4 المرافق الصحية تضررت أو دمرت وأشار إلى أن الصراع المستمر في أثيوبيا منع ما يقرب من 6 ملايين شخص من قبيلة تيجراي من الوصول إلى الأموال والوقود والاتصالات فيما لم يتم تسليم أي طعام إلى المنطقة منذ ديسمبر الماضي أعرب المبعوث الأمريكي الخاص وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند عن قلقه إذا أتدهور المسار السياسي في ليبيا مشيرا إلى أن خطورة الوضع أو إمكانية العودة إلى العنف ظل الانقسام بين الفرقاء السياسيين وشدد نورلاند خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الليبية ترابلوس على دور الأمم المتحدة كشريك يعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الوطنية لإنجاح العملية السياسية والانتخابات تجنبا للتصعيد والعنف وأشهد نورلاند بمقترح المستشار الأممي ستيفاني ويليامز وابعت الدعم في ليبيا حول إيجاد قاعدة دستورية توافقية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل استحالة موافقته على حزمة الإصلاحات التي عرضتها الحكومة على صندوق النقد الدولي مهددا بالتحرك إذا لم ينظم الحوار ووصف الأمين العام المساعد للاتحاد صلاح الدين السالمي المقترحات بأنها حزمة إفساد مشيرا إلى كونها تشمل وقف التوظيف وتجميد الأجور لمدة خمس سنوات في القطاع العام وبيع بعض الشركات العامة ورفع الدعم نهائيا في غضون أربع سنوات ختام الموجز ألقاكم على رأس السعب حول الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة